الحلقة الثانية فالعلاج هو القرآن والقرآن شفاء لكل شيء ليس شفاء مختص ومنحصر على الأمراض الروحانية فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه وجع أو مرض قرأ في يديه بالإخلاص والمعوذتين ونفث فيهما ثم يمسح ما ألمه من جسده يعني أن كل مسلم عليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وأن يستعمل القرآن للعلاج قبل أن يذهب إلى الأطباء وإلى المستشفيات وإلى الدواء ولكن بصفة خاصة بالنسبة للأمراض الروحانية من السحر والجن والعين ليس لها علاج عند الأطباء وليس لها علاج عادي فلابد من استعمال القرآن فكيف يكون القرآن شفاء عليك أن تقرأ القرآن على الماء وتستعمل هذا الماء للشرب والغسل ورش البيت ورش الماء أو مكان الشغل وهذا هو وهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها وأبي قلابة أنهم كانوا يكتبون القرآن في الأواني للمرضى فأولئك المرضى يعني يغسلون هذه الكتابة يمحونها في الماء ويستعملون الماء للشرب وللغسل فيمكن أن نكتب القرآن ثم نمحوه ويمكن أن نقرأه على الماء ونحن نفضل القراءة لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يستطيعون أن يقرأه على الأقل ما يحفظونه ويستعملونه في الصلاة وأما الكتابة فأقل من الناس يحسنون الكتابة وكذلك يحتاج إلى حبر خاص الذي يمحى والذي يصلح كذلك أن يشرب وكذلك لما تقرأ في الماء يمكن أن تقرأ في الزيت وفي الحليب وفي العسل وفي العطر وفي الكحل وفي مواد كثيرة التي تعين في العلاج ولا يمكن أن تكتب حتى تمحو في هذه الأمور ولهذا سنمشي على مبدأ القراءة فتقرأ على الماء فماذا تقرأ؟ فالقرآن كله شفاء ولكن الآيات المهمة في الرقية الآيات الأساسية هي الفاتحة آية الكرسي الإخلاص الفلق الناس وثلاثة آيات خاصة لإبطال السحر هي آيات موسى عليه السلام مع السحرة فرعون حيث يقول الله تبارك وتعالى أنه يبطل السحرة بكلماته في سورة الأعراف وأنا أقرأ رواية قالون فأقرأوا حفص إن كنتم تقرأون حفص أو ورش أو أيا كان ولكنني أقرأ رواية قالون فاتبعوا ما في مصاحفكم ولا تتبعوا قراءته ففي سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى ألقي عصاك فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهيرون الآيات من 117 إلى 122 وهذا الترقيم على رواية حفص وصورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الآيات 81 و82 وصورة طاها قال لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما يصنعوا إنما صنعوا كيدوا ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هيرون وموسى الآيات 68 إلى 70 فهذه الآيات كلها كلها الفاتحة آية الكرسي الإخلاص الفلاق الناس آيات موسى مع سحرة فرعون في سورة الأعراف ويونس وطاها تقرؤونها 11 مرة كل واحدة 11 مرة على الماء فيكون هذا الماء بإذن الله كافيا لإزالة السحر والجن والعين فهذه التعداد يا أخواني هو قضية تجربة وقضية حتى يكون هذا الماء كافيا في أغلب الحالات طبعا إذا كان الإنسان تقي ومجتهد فقراءته تكون أفضل فهذا العدد حتى يكون مفيدا عند أغلب الناس هذا هو مسألة تجربة فماذا تفعلون بهذا الماء تشربون منه يوميا شربا عاديا كما تشربون الماء عاديا وتغتسلون كل ليلة بلتر ونصف لتر ونصف ليس كأس لأن لابد أن الكمية تكون كافية لتبريد الجسم كأنك تشعر بالحرارة وتريد أن تبرد نفسك فكأسا واحدا لا يكفي فاللتر ونصف حتى يعمى الماء في جسمك ويمكن أن تغتسل في الحمام حيث تغتسل يعني عاديا ولكن عليك أن تجمع الماء في إناء وترميه في مكان طاهر حتى لا يذهب في الأوساخ هذا إخواني ليس شرطا دينيا لأن ليس في الإسلام أحكام متعلقة بالماء المرقي وقد أفتش شيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز تركه يذهب في مجرى المياه لأن ليس فيه أي حديث يمنع من هذا الأمر ولكنها تجربة الرقاط من ناحية احترام القرآن ومن ناحية أن هذا الماء يمكن أن يحرق الجن الكفار الذين في مجاري المياه لأن هذا مكانهم وهم يتغذون من فضلات الإنسان فيحرقهم وهذا ظلم لأنه من غير سبب وكذلك يمكن أن ينتقموا من الإنسان على كل حال إذا كانت ظروفكم لا تسمح لا تجدون حل لجمع الماء حتى ترمونه في مكان طبيعي في مكان نظيف يمكن مثلا أن تعمل منشفة تختسل عليها ثم تجعل المنشفة في مكان حتى يقطر منها الماء فإذا لم تجدوا أي حل فاتركوا الماء يمشي وقولوا بسم الله حتى يبتعد عنه الجن الكفار فلا يتأذون ولا ينتقمون منكم وتغتسلون هكذا مدة 12 يوم كذلك هذا مسألة التجربة لما يأتينا المريض نعطيه علاج مدة 12 يوم بعد هذه المدة يراجعنا وننظر حاله أين وصل هكذا نظام العلاج لأن لو كانت المدة أطول فيبعد بين لما جاء المريض وعالجناه وبعد مدة طويلة يعود فالمتابعة لا تكون جيدة فالمدة التي وقفنا عندها 12 يوم وإذا كانت حالة المريض تحتاج أن يعود قبل ذلك فيعود مرة في الأسبوع أو مرتين أو لو عاد كل يوم على حسب حالته ولكن الذي يعني نعرضه على الجميع أن تختسل مدة 12 يوم فعليك أن تقرأ من البداية تقرأ ما يكفيك لـ 12 يوم 12 يوم في لتر ونصف يعني 18 لتر وأضف إلى ذلك الماء الذي ستشربه وكذلك الماء لرش البيت والمكان فتقريب 25 لتر من الماء أو أكثر على كل حال القراءة يمكن أن تقرأ في 200 لتر يعني تكفي القراءة هكذا أن تجعل أمامك 200 لتر فإذا كانت الأواني الجيريكان التي تأخذ 20 لتر فتأخذ منها عشرة هذا أقصى حد يعني حتى تعرف أن كلما أكثرت من الماء فهو أحسن لأن لما تكثر القراءة يمكن أن تقرأ ساعة أو ساعتين فسيكون ماء كثير ويكفيك لعلاج مدة طويلة أو يكفيك كذلك أنت وأهلك جميعا حتى يكفيكم فتشرب من الماء وتختسل كل ليلة وترش كل المحل بالماء ترش كل المحل يعني إما تأخذ رشاشة أو باليد ترش الحيطان والسقف والأرض والمداخل الأبواب والنوافذ ترش كل المكان فهذا إخواني ما يجب لإزالة السحر والجن والعين من المكان ولا أدري لماذا بعض الرقات يقولون ترشوا في الأركان في أركان الغرفة بل يجب الرش على كل المساحة وأتعجب كذلك من بعض الفقهاء الذين يفتون أن هذا بدعة فنحن في ميدان علاج ولسنا في ميدان عبادة وفي ميدان الرقية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز كل شيء إلا الشرك وأغلب العلماء يعني يراجعوا الكتب أن الرقية اجتهادية وليست توقيفية هذا قول أغلب العلماء ومن خالف وقال أن الرقية توقيفية لا تجوز ولا تصح إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جهل لأن يقرأوا أدلة كلها وستجدون أن الرقية اجتهادية وليست توقيفية فيجوز فيها كل ما هو مباح فنحن نقول إذا كان السحر في البيت وكذلك الجن في البيت فيزال برش كل البيت أو الدكان أو حتى السيارات أو يعني أي محل أي نوع الآلات مثلا إذا كان إنسان يستعمل الآلات في شغله فترشها بالماء وهكذا يزول عنها السحر وكذلك لو كان السحر بالحيوان فغالبا يكفي أن تعطيه أن يشرب الماء المرقي أو تحصله شيئا ما بالماء المرقي فهكذا يعني بالسهولة بإذن الله تعالى يزول عن الحيوان فرش البيت كذلك تقوم به مرة مرتين أو ثلاثة غالبا يكفي والغسل 12 يوم فإخواني فائدة الغسل الفرق بين أن تقرأ القرآن على الماء لتشرب وتغسل أهلك وترش البيت مع المجرد القراءة كمثل الفرق بين المروحة إذا كنت تشعر بالحرارة وتبرد نفسك بالمروحة والآن تبرد نفسك بالاختسال تترك الماء يسيل عليك فطبعا هذا سيزيل منك البرد أكثر بكثير من المروحة فهذا هو الفرق ولهذا أخواني مجرد القراءة لا يكفي لإزالة السحر والجن والعين بل هذا استعمال الماء هو أهم شيء في العلاج وهذا نقطة مهمة لأن عدد من المرضى يخبرني أنه يقرأ كل يوم سورة البقرة أو يقرأ يعني ما شاء الله من الأذكار والأدعية ومن القرآن وبعض الناس يخبرني أن ابنه يصيح في الليل فيقرأ عليه القرآن مدة ساعتين ليهدى فكل هذه القراءة لو يقرأ على الماء ويستعمل الماء للشرب والغسل ورش البيت وغسل أهله سيكون أنفع بكثير من مجرد القراءة وثانيا هذه الآيات هي الآيات الأساسية في الرقية يمكن أن تضيف آيات كثيرة مذكورة في الحديث أو في كتب الرقية أو أي آيات من القرآن أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تقرأ أكثر من 11 مرأة فكلما تزيد في القراءة كلما تزداد قوة القرآن في الماء ولو كان عندك مشكل كبير فعليك أن تقرأ أكثر وأكثر وأكثر حتى يكفي لإزالة ذلك المشكلة ولهذا أبشر من لا يحسن القراءة وإن كنت لا تحفظ إلا الفاتحة وصورة الإخلاص فإقرأهما على الماء مئة مرة وأكثر إقرأ إقرأ حتى يكون كافيا لإزالة مشكلتك وإن كان لا يزول كل المشكل ولكنه سينقص كثيرا ومع طول المدة وأنت مع هذا الماء سينفعك جدا ولما تقرأ على الماء في نفس الوقت إقرأوا على الزيت زيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء أو يعني شي بطر يعني هذا الكاريت أو يعني زيت الجوز الهندي أي زيت الذي تستعملونه لدلك أجسامكم فهو يختلف على حسب المناطق فأي زيت الذي يصلح لدلك الجسم إقرأ عليه إقرأ عليه يعني في نفس الوقت الذي تقرأ على الماء وتجعل جنبه الزيت هكذا أمامك ولما تنتهي من كل القراءة تنفث فيها في الماء وفي الزيت وبعد الغسل تدهن كل جسمك بالزيت فما دام الزيت على جلدك فالقرآن يعني يعمل فيك مثل الدواء أو يعني أي دهن يعني من الطبيب لما تجعله على جسمك فما دام موجود فمفعوله ماشي فعليك أن تؤكد تلح على الأماكن التي فيها الوجع أو المرض مثلا إذا كان في السقين فيمكن أن تدلك ساقيك بالزيت وتقرأ الفاتحة ثلاثة مرات سبعة مرات إحدى عشر مرة يمكن أن تعيد عملية الدلك عدة مرات يعني في النهار إذا كان بك ألم شديد في الرأس أو غير ذلك ففي كل وقت تدلك وتقرأ وتقرأ وكذلك عليك أن تفعله قبل النوم حتى طول الليل يكون القرآن يؤثر في جسمك أما الغسل فالأفضل يكون بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل النوم لأن الجن بطبيعته يقوم في الليل وينام في النهار وكذلك السحر يعني مفعوله أكثر في الليل ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا أنسب وقت أن تختسل حتى يعني حتى تضعف قواه ويبقى يعني ضعيفا طول الليل ثم ينام في النهار وكل الليل هكذا تضعفه حتى يذهب بإذن الله تبارك وتعالى ثم لما تقرى في الماء وفي الزيت يمكن أن تقرى في البخور فأي نوع من البخور الذي تستعمله في البيت إما البخور الذي يجعل على الجمر أو الذي يشتعل بنفسه مثل الأعواد أو غيرها أيا كان طيبا رائحا فتجعله مع الماء والزيت تجعل البخور فتقرى عليه وبعد الغسل وبعد الدهن يعني تعمل ثوب هكذا يعني واسع فوقك وتجعل البخور تحتك فهذا يعني نافع جدا لإذهاب الجسم من الإنسان وخاصة إذا كان الجن العاشق للإنسان الذي تراه يعني يأتيك يعني في المنام مثل الزوج أو الزوجة فيمكن لهذا النوع من الجن أن تربط تلف إزار حولك وتجعل البخور تحت الإزار فسيعين في إزالته ثم إخواني أخواتي لما تقرى على الماء والزيت والبخور يمكن أن تقرى على ما شئت من العطر ومن العسل ومواد الغسل ومواد الجسم ومواد الطبخ مثل الزيت والبهارات يعني للطبخ الفلافل وهذه الأشياء فكلها سيعينك في العلاج فهو سينتفع به كل أهل البيت فمثلا إذا كان إنسان لا يريد أن يتعالج فأنت أقرأ هذه الآيات في كل مواد البيت فسيستعملها ويستعملها كل أهل البيت وينفع ولا يضر بإذن الله تبارك وتعالى وعس الله تعالى أن يشفيهم كذلك من كان عنده مرض في العينين أو وجع فإقرأ في الكحل فتجعل الكحل الإثمد كذلك مع المواد فتقرأ وتستعمل كل ليلة كذلك في العينين وثم إذا كان بكم مرض في البطن وجع ومغص حريق قروح بواسر غير ذلك فكما ذكرنا في الحلقة الأولى هذا ناتج عن أكل السحر فتستعمل أوراق السنة السنة بالعربية والفرنسية والإنجليزية وأوصى بها كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم فهي مفيدة جدا فتطبخون ملعقة من السنة مع نصف اللتر من الماء المرقي وتشربون في الصباح قبل الطعام فسيذهب يخرج كل ما في البطن وإذا كان السحر يقلعه ويؤلم كأنك تزيل اللسق من جلدك فإذا وقع لك ألم فيتأكد أنك أكلت السحر فتشربه كل يوم حتى لا يؤلمك فإخواني هذه الطريقة البسيطة للقراءة في الماء للشرب والغسل ورش البيت ومكان العمل والقراءة في الزيت لدهن الجسم وفي غيره من المواد وطبخ السنة بالماء المرقي للشرب سيزيل 60 إلى 65% من مشاكل الجن والسحر والعين فقوموا بها تستفيدوا إن شاء الله وتحصلوا الشفاء ويزدادوا إيمانكم ويقينكم على الله وتبارك وتعالى وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيحب دروف بن حلما ada di www.benhalimaabderrauf.fr silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi mari kita tutup dengan doa kafara majlis agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala subhanaka subhanaka Allahumma wabihamdika asyahadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati